السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. فكرة النهاردة هي احادي التدوير اللونض الليد القديمة. اول حاجة اسمتها نصين زي ما انتو شايفين كده. جزء منه البلاستيك ده هبدأ ان انا اوسع الفتحة كده بالمقص. والجزء التاني اللي هو شلت منه المصمار. جبت قطعة كده لخشب من اللي هي عوصي عن الشيش تاوك. هخلي الجزء اللي فيه سن دوت هبدأ كده ان انا سبتها بنفس الطريقة. ولا محتاجين شامعي فيها ونثبتها بيه ولا اي حاجة خالص. ونفس الكلام هعمله في الجزء اللي معي من فوق. هبدأ كده اجيب الاسبري ادهبي معي وهبدأ ان انا ارشها كلها معي. بعد كده هجيب استراص عايز بقى الجزء اللي هو بين بتاع الخشب دوت. برغم ان هو مرشوز بس انا عايز ادريه بالاستراص علي كان يكوني الشكل العين بتاعها احسن. ونفس الكلام الجزء اللي هو عامل فيه زجزاج دوت هبدأ كده الفة علي القطعة من الاستراص داري الشكل ومن فوق نفس الكلام. هبدأ بقى كده اجيب الهيش بتاعي كده وابدأ ان انا اعمله زي ما انتم شايفين كده وارسه. هنشوف الفكرة في اخر الفيديو وبهينا على الفكرة التانية برضو نفس الكلام هبدأ ان انا اجيب قطعتين كده من اللونة اللي هي المكسورة وقطعتين خشب واي غطى بقى قديم عندكم زي ما انتم شايفين. هسبت القطعتين البلاستيك عكس بعض كده في الغطة من تحت وهسبت بقطعتين الخشب الجزئين من الجنام. هبدأ برضو ان انا ازهم بالشام علشان تكون الفكرة بتاعتي مزبوطة تمام وما تفكش معيه خالص. نفس الكلام برضو هعمله النحية التانية. وبعد كده هتبدأوا بقى ان انتم تجيبوا الاسبري بتاع الرش وترشوه على حسب الاسبري اللي متوفر عندكم. انا ارشها بالاسبري ده هبداود. وبعد كده هبدأ ان انا بقى زينها بالاسترس علشان تكون برضو شكلها جديد ومختلف. هبدأ كده ان انا اجعمل الجزئ ده والجزئين اللي فوقه هعملهم بيدوبك كسطر واحد من الالماص. ونفس الكلام برضو الجنبين دول هبدأ ان انا ارزق فيهم سطر واحد برضو من الالماص ده طبعا بقص بالمقص على قد ما انا عايز بالزبط ان الالماص. بعد كده جبت حبيتين لولي لونهم دخاني وعملتها زي منتو شايفين. هجيب برضو لهيش من تاني وهبدأ كده ان انا ازبط معي الفكرة بتاعتي. فكرتين اروع مما تتخيلوا من لاش ايه. طبعا اللونة دي كنا نرميها. عملنا منها فكرتين جميل جدا. وتحدى ان يكون حد اعمالهم قبل كده. اتمنى ان الافكار تكون عجباتكم. ما تبخلوش بعلي باللايك والشير والسبسكرايب. ولو لسه اقول مرة بالتباني انزل فعل الاشتراك بسرعة عشان يوصلك ان شاء الله الجديد اول باول. شكر جدا لكم للمتابع لنهاية ومع السلامة.